الأستاذ سماح متزاوجة من 18 سنة من زوج عن شال الأطفال وبتقول إنه هو يعني كان أيللها الأمر ده وكانت هي عرفها وقالت إنها تاخد ثواب وأنجبت منه فهي دوقتي صبرانة هي اقتلفت الحال معاه لكن هو بيدرب بيشتم وبرضه بيدرب أولادها وبيخلي الإبن الكبير اللي في سنوي يعني يتبول على نفسه فيه حاجة مش صح يا أستاذ سماح لازم ندور إيه أسباب العصبية الحقيقية ربما يكون أسلوبي أو طريقتي معايا أنه أنا مثلا ربما ربما يكون أنا بأشعره بأن أنا يعني أنا بعمل حسنة معاك فأنا متجاوزاك فربما ده مأثر في نفسه ربما إحساسه بأنه عنده شال الأطفال عمله مشكلة نفسية فبيسور الثورات اللي انتوا متقدروش تضبطوه فيها دي أنا محتاج دعم نفسي لازم أرجع لحد نفسي عشان يقول لي على الأقل إذا ما تكلمش معاك يقول له كنتوا إزاي تتعاملوا معاك حضرت الكازوكتو وإيه الأولاد والحاجات دي ناخدها بعناية واهتمام نفس الإنسان ده عالم كبير عشان أنا أصبطه محتاج محتاج علوم مش علم واحد فلا مانع من أن احنا نرجع لحد متخصص يعينا بالنصيحة وربما يحتاج بعض العلاج لا مانع وبعدين أصبر لأننا عيشت معاك 18 سنة وعندي أولاد وفي الحالة دي برضو مع دخول الأطباء والمتخصصين لا مانع من عقلاء العائلة أو أكابر الحي اللي معانا اللي ممكن يكونوا يساعدون ينصحوا بطريقة غير مباشرة حد هو بيسمع له كل دي أدوات تقدر تعين حضرتك مع الدعاء الدعاء ده بيصاحب الإنسان قبل وأثناء وبعد أنا باخد بكل الأسباب ومن الأخذ بالأسباب سؤال الله سبحانه وتعالى الفرج والمعونة لأنه إياك نعبد وإياك نستعين فأتمنى على حضرتك تحولي تراعي الخطوات وأخطرها إن أنا أرجع لمتخصص في نفسي ومتخصص في العلاقات الأسرية على الأقل متخصص نفسي لأنه ممكن يرشد إنه محتاج يتشخص في حاجات تانية ربما طرأ على الإنسان شيء فمحتاج يتعالج فبس خذي الأمور كده بهدون ونخلي الأولاد ما يتعرضوش له بالرد أو بالكلام أو بشيء وحاولي إنك أنت تفصيلي ما بينهم قدر الطاقة عشان ما يتمش احتدام ما بينهم تاني فيتعرض هذا الكبير الإبنك الكبير ده اللي هو راح برضو عايز عنايا عشان يوصل ليتبول عن نفسي في هذه السن ومحتاج برضو رعاية نفسية يا أستاذة سامح ربنا يعين حضرتك ترجمة نانسي قنقر